يستهدف الأماكن المهولة بالسكان كما نشاهد هذه الأدخنة اللي قذيفة للتو سقطت على في القطاع على إحدى المباني وأيضاً الأدخنة لازلت تتصاعد في هذا القصف المتواصل على قطاع غزة إثراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أيام على القطاع منذ ما يزيد على أربعة أيام ولليوم الخامس على التوالي وزارة الصحة قبل ساعات أعلنت عن ألف وخمسمائة أو ألف وخمسة وخمسين قتيلاً ومن بينهم أكثر من خمسمائة طفل وامرأة قضوا في عمليات قصف المناسل